إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد وانتقالها إلى عين الأسد أو أربيل لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية هذا واحد اثنين هو إجراء وقائي هناك معلومات لدى الإدارة الأمريكية أن بعض الميليشيات تستعد لاقتحام السفارة المبنى واعتقال مجموعة من الدبلوماسيين وأخذهم رهائن وغيرهم للتفاصيل أيضا استمرار هذا القصف العشوائي اللي هو يعني لا يمكن لسفارة بالعالم تعمل بصورة طبيعية وهي تتعرض يوميا إلى قصف للكاتيوشا أو غيرها وأيضا هذا الموقف العدائي مع دولة هي تعتبر نفسها في تحالف استراتيجي مع الحكومة العراقية ومع السلطات العراقية المختصة وهي في حرب مع القوات المسلحة العراقية في مواجهة الإرهاب يعني ما يحصل ليتناقض تماما مع استراتيجية أمريكا واستراتيجية الحكومة العراقية ومجلس الوزراء هذه نقطة وأيضا يعني بعد ذهاب هذا الظرف الطارئ ممكن تعود للسفارة الأمريكية اللي عملها بصورة طبيعية بس التهديدات السمعناها دكتور غازي نعم أنه إذا صار غلاق للسفارة أكو مئة وعشرين هدف بالكروس عند الأمريكان رح يضربوها في العراق نعم هذا موضوع آخر هذه حلقة أخرى بعد غلق السفارة هذه المعلومات التي تفضلت بأرضها صحيحة يعني إذن ممكن تذهب أمريكا إلى حرب مفتوحة مع الميليشيات الموجودة أو حرب مفتوحة حتى مع إيران يعني سواء عبر السيبر نتيك أو عبر القصف الجراحي أو غيرها من المسائل التي تقررها البنتاجون والإدارة الأمريكية يعني لحد الآن غير واضحة هذه التفاصيل لكن أكيد أمريكا ستذهب إلى مواجهة مباشرة مع الميليشيات التي استهدفت والتي تعترف اليوم أنها استهدفت السفارة الأمريكية والبأثات الدبلوماسية النقطة الأخرى ما يتعلق بأوروبا أوروبا مع الولايات المتحدة الأمريكية هي في علاقات وثيقة استراتيجية وفي تعاون هناك تبادل تجاري سنوي بين الدول الأوروبية وبين الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بتريليون ونصف تريليون دولار هذا أشارة إليغون ديليز الرئيس في إحدى مقالاتها بلومون إذن حجم العلاقات الاقتصادية الرئيس مالية بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية كبير جدا المتحدة والعبالي في التعودين ترجمة نانسي قنقر